السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد النهاردة معنا مسابقة الأدن الإسلامي والنهاردة معنا عشر حسابات من برنامج الأدن الإسلامي هنقدمهم بشكل مجاني للمشتركين معنا في القناة في الله بينا على طول نتعرف على الأدن الإسلامي الأول ونعرف إيه هي مميزاته وفي نهاية الفيديو هنقول الشروط إزاي تشترك في المسابقة علشان تقدر تحصل على نسخة من الأدن الإسلامي مجانية مدى الحياة يلا بينا على طول نبدأ الشرح ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الإشارات علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة يلا بينا أهلا بيكم معنا النهاردة مرة تانية والنهاردة هنتكلم عن الأبديت الجديد الخاص بخبولنا علي الحساني على برنامج الأدن الإسلامي فيرجن 5.3 وطبعا التحديث هو او وجهة الامي تي كي برجن عشر طيب ازاي تقدر تفعل الوجهة او ازاي تقدر تعمل الأبديت على الأدن الإسلامي الطريقة سهلة جدا وعندك حلين تقدر تعمل من خلالهم الأبديت او النسخة الجديدة من الأدن الإسلامي ياما تحمل الملف الامي تي كي برجن عشرة من موقع عقون علي الحساني اللي هو موقع بيربتوس اللي هو الموقع ده وحسيب لكم الرابط بتاعه تحت الفيديو هتلاقي في كل اصدارات الأدن الإسلامي وكل التحديثات موجودة هنا بشكل مستمر ولو فيه اي جديد بتلاقي هنا بطريقة سهلة جدا دي اول خطوة ممكن تحمل منها التحديث الجديد لأي اداء او اي وجهة من وجهات أخونا علي الحساني طيب احنا حملنا من الموقع فيه ناس تانية مش عايزة تحمل من الموقع تحمل ازاي انت لما تيجي تدخل على الامة كي برو هنا حيديك الرابط اللي تحمل منه والباسورد بتاعه فك الضغط للملف ده طيب بتعمل ايه بتاخد الرابط كوبي وتروح تحمله وبعد ما تحمله بينزلك ملف زي ده كده بس ما تغوط كلمة السر بتلاقيها تحت الرابط هنا يعني لما تدخل هنا بتلاقي الرابط في الخانة اللي في الاولى وتلاقي الباسورد في الخانة التاني طيب بعد كده بابدأ افتح او افك الضغط عن الامة كي او التحديث وبعد كده افتحه بطريقة طبيعية جدا طبعا سبت الكلام ده كله قبل كده كل اللي بتعمله انك بتفتح الملف وتبدأ تستنى لما يتم تثبيت الامة كي برو فيرجن عشرة بالشكل ده يبقى في الحالتين النتيجة واحدة انت بتحمل يا اما من الموقع يا اما من البرنامج نفسه والطريقتين متاحين لك طالما مفعل الادين الاسلاق بنبدأ نستنى شوية كده حاجة بسيطة لغاية ما ينتهي من تثبيت الوجهة الجديدة علشان نتعرف عليها زي ما حضرتكوا شايفين خليل اللحظات بسيطة جدا تم تثبيت وجهة الامة كي برو فيرجن عشرة التحديث الجديد على الادن الاسلامي دلوقتي نقدر نضغط على الامة الكي برو علشان تفتح معنا الوجهة الجديدة ونشوف التفاصيل اللي موجودة فيها طبعا احنا شرحنا الادن الاسلامي كتير جدا قبل كده فطبعا هنتكلم عن الاضافات الجديدة بس لان الادن الاسلامي محتاج اكتر من فيديو لو حبيت تشرحه بالتفصيل وحتلاقي شرحات كتير جدا على القناة سواء عملي او نظري موجودة على القناة هنبدأ نستنى شوية كده لما يبدأ يعمل كوننكت بالسيرفر وبعدها يفتح معنا واجهة الامة كي برو فيرجن عشرة وتعالوا مع بعض بقى نشوف الاحترافية في البرمجة وبمجهود فردي من اخونا علي الحسادي طبعا بندعمه على المجهود الجبار اللي بيعمله بشكل مستمر وتحتسات مستمرة بشكل كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين بالزبط دي واجهة الامة كي برو فيرجن عشرة التحديث الجديد من الادن الاسلامي فيه طبعا اضافات كتير جدا هنتكلم عليها بالتفصيل في الشرح بتاعنا النهاردة لكن تعالوا نروح للتحديث او الادفات الجديدة اللي تم اضافتها في الادن الاسلامي زي ما حضراتكم شايفين دي القايمة اللي تم اضافة عدد كبير جدا من الاجهزة الحاملة لمعالج قوى لكم طيب تعالوا نشوف مع بعض كده نظرة سريعة عن الاجهزة زي ما حضراتكم شايفين زي ما حضراتكم شايفين دي اجهزة سامسونج المدعومة على الاداة طيب الاداة دي بتشتغل ازاي على الاجهزة دي طبعا عن طريق وضع طيب وضع طيب وضع اجيبه ازاي لو انا اخترت اي موديل كده وليكن الجهاز ده باجي على كلمة اضغط عليها كده حتلاقي الصورة اللي انا اعملها بعمل ايه بفك دهر الجهاز ووصل النقطتين دول في بعض ووصل كابل اليو اس بي وانا ضاغط علي النقطتين دول طيب بعد ما اعمل كده ايه اللي انا قدر اعمله تقدر تعمل فورمات للاجهزة دي طيب حتلاقي هنا الخيارين دوله واقفوا الخيارين دول حتلاقوا مش منورين زي الخيار ده لان دول خاصين باجهزة فيفو زي ما حنشوف مع بعض لو رحنا مثلا نختارنا جهاز فيفو وليكن مثلا الجهاز ده اكس واحدة وعشرين اس حتلاقي الخيارات دي نورت طيب ايه اللي بيحصل هنا برضو تست بوينت بنفس الطريقة بيوريك المكان اوان النقطتين بتوصلهم في بعض بتوصل كابل اليو اس بي طيب بعد ما دخلوا ايه اللي بيحصل تقدر تعمل فورمات يوزر داتا زائد اف ار بي تقدر تعمل ضبط مصنع وازالة الاف ار بي في عملية واحدة لاجهزة فيفو المدعومة على الاداة بعد كده تقدر تعمل فورمات من الريقافري وده فورمات امن تقدر تعمل فورمات بطريقة سهلة او عمل ضبط مصنع من خلال الريقافري طبعا عن طريق الاداة وبرضو تشوف صورة التست بوينت تعملها علشان الجهاز يبوت معك بدون اي مشاكل طيب بعد كده هنلاقي حاجة جميلة جدا فيه اجهزة فيفو عندنا هنا اصدار وحتلاقي تحتيه كلاسيك يعني اكس واحدة وعشرين اس وهنا اكس واحدة وعشرين اس كلاسيك طيب الطبيعي ايه او لازمتهم ايه هنا الجهاز لو ما بوتش معاك او ما اراش معاك هنا بتختار الكلاسيك لو اجهزة ما خدتش الابديت بتاعها بتعمله من كلاسيك بتدخل الجهاز تست صورة واضحة جدا زي ما حضراتكم شايفين تقدر تكبر الصورة زي ما انت عايز وتقدر تتحكم فيها بشكل طبيعي جدا بدون اي مشاكل ولا بيقل جودة الصورة زي ما حضراتكم شايفين فهنا بالنسبة للجزء بتاع قوالكم اللي فوق وتم دعم معالجات واجهزة كتير جدا زي ما حضراتكم شايفين طيب بعد كده هنروح لقائمة ال LG MTB Option اللي هي القائمة اللي في النص الصغيرة دي اللي فيها عمليات كتير جدا طيب هقدر اعمل ايه هنا هتقدر تعمل اول حاجة ازالة ال F4B عن طريق وضع ال MTB طبعا ده لاجهزة ال LG تقدر تعمل ازهار لملف الهدنت مينيو تقدر تعمل Open Board تقدر تعمل Enable Diage اللي هو تفعيل وضع الدياج علشان خاطر الجهاز يقبل معاك انك تقدر تغير له السريل او تقدر تعمل ملفات الشبكة او المكات الخاصة بالWi-Fi تقدر تعمل كل العمليات لان الاجهزة كوالكم بتحتاج تفعيل وضع الدياج طبعا تقدر تعمل Restart للجهاز تقدر تعمل Restart او اعادة تشغيل للجهاز طبعا كل الحاجات دي لاجهزة LG بعد كده تقدر تعمل Reset Systing لملف المدم الخاص بالشبكة تقدر تعمل Web Data تقدر تعمل Format للجهاز تقدر تعمل Enable Hidden ADP Mode يعني تقدر تظهر الملفات المخفية علشان تقدر تفعيل وضع والجميل هنا تقدر تعمل تخطي لقفل الشبكة بطريقة سهلة لاندوريد اربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة زي ما حتركوا شايفين بضغطة واحدة وبطريقة سهلة جدا بعد كده هنروح لقائمة جميلة جدا وهي Vivo Fast Boot والقائمة دي محترمة جدا جدا لانها بتعمل لك عمليات كتير جدا اول حاجة بتقدر تعمل اعادة تشغيل من الفاست بوت الى وضع الEDL تمام بعد كده تعمل تشغيل من وضع الفاست بوت الى وضع الEDL وتقدر تعمل اللوك للبوت لودر وطبعا اللوك للبوت لودر لكل اجهزة Vivo زي ما حتركوا شايفين بمختلف الحمايات بتاعتها وحنلاقي حاجة جميلة جدا هي تقدر تفتح لك البوت لودر عن طريق ارسال باتش ارسال ملفات للجهاز علشان من خلالها تقدر تفتح البوت لودر انت متشغلش بالك بالكلام ده كله انت تسيب الاداء وهي هتتعامل في كل حاجة انت محتاجة وكل عملية انت محتاجة الفكرة سهلة جدا طريقة محترمة جدا برمجة قوية جدا وطبعا بنقدم الشكر لأكون عالي الحساني على التحديثات المستمرة وبشكل مستمر طبعا تقدر تعمل ضبط مصنع للجهاز وازالة الFRP وطبعا حسف الديمو وكل الكلام ده عندنا في الاخر خالص تقدر تعمل الخروج من الفاصل بوت بطريقة سهلة او بدغطة واحدة من خلال البرنامج بتاعنا طبعا التحديث الجديد تحديث قوي جدا كالعادة من اخونا علي الحساني طبعا هنا عمل لك ميزة جميلة جدا وهي انك تقدر تعمل سطوب اسناء القيام باي عملية يعني تقدر توقف كده اي عملية انت شغال فيها في القايمة دي تقدر تعمل لها سطوب بطريقة سهلة جدا تقدر تقدر تستوب كده البرنامج بيقف في ثواني لان دي مش كانت موجودة في التحديث اللي قبل كده طبعا لازم نعرف كل حاجة علشان يكون الوضع سليم وبدون اي مشاكل طبعا البرنامج من اقوى البرامج يعتبر الادن الاسلامي برنامج مجاني مش مدفوع يعني لو جالك جهازين بس تعملتهم على الادن الاسلامي جبت تمن الادن الاسلامي والجميل في الموضوع ان اخونا علي الحساني عامل التفعيل مدى الحياة يعني ما فيش تفعيل تاني والجميل في الموضوع ان اخونا علي الحساني عامل التفعيل مدى الحياة يعني مش كل سنة هتقوم بتفعيل الوجهة وزي ما حدراتكم شايفين خلال فترات بسيطة جدا من واجهة الامة الكي ستة الى عشرة في خلال شهرين ثلاثة تحتسات سريعة جدا وتطوير كبير جدا في البرمجة زي ما حدراتكم شايفين طبعا بنتقدم بالشكر لأخونا علي الحساني على البرنامج المحترم القوي جدا جدا زي ما حدراتكم شايفين بالزبط دلوقتي احنا شرحنا برنامج الادن الاسلامي كامل علشان تعرف ايها المميزات اللي موجودة فيه فطبعا زي ما حدراتكم شايفين سعر الادن الاسلامي 22 دولار ده اللي حابب بفعل برنامج الادن الاسلامي هو برنامج قوي جدا جدا وكمان بينزل تحديثات بشكل مستمر تعالوا مع بعض بقى نشوف ازاي تقدر تشترك فيه المسابقة بتاعتنا النهاردة على 10 حسابات من برنامج الادن الاسلامي يعتبر اقوى برنامج موجود في الساحة دلوقتي وبيتم تحديثه بشكل مستمر وطبعا بنتوجه بالشكر لأخونا علي الحساني على المجهود الجبار اللي بيعمله منفارد لوحده فزي ما حضراتكم فاهمين الفيديو اللي احنا نتكلم فيه دلوقتي هتنزل تعمل تحت منه تعليق وبعد كده هتعمل مشاركة للفيديو على جروب على الفيسبوك لان لو حضرتك كسبت معايا فحتر ان انا حطلب منك صورة المشاركة بتاعت الفيديو وحطلب منك طبعا صورة الاشتراك فنشترك فيه القناة الاولى ونشترك فيه القناة التانية هتلاقي الرابط بتاعها برضو موجود في الوصف يبقى هتشترك في القناة دي والقناة الاساسية زي ما حضراتكم شايفين وحتشير الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي وبإذن الله السحب حيكون زي النهاردة يعني بعد 7 ايام بالزبط يعني النهاردة الخميس السحب حيكون الخميس اللي جاي بإذن الله زي ما عملنا بالزبط في اداة سيد لوت وطبعا بتمنى حظ موفق للجميع وباشكر اخوي علي الحساني كمان مرة وبكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته